فكون صادق كون صادق وفكر في مصلحتك أنك تبغى ترتاح أنك ما تبغى مشاكل تبغى تقل مو معنى أن الحياة ما هيكون فيها اختلافات أكيد والحياة لابد فيها اختلافات عشان نصنع تفاهم أكبر وأعمق ولكن تقل تقل الاختلافات والمشاكل لما يكون فيه شوية واعي قبل الزواج وحوار واعي وأعرف اللي ليه واللي عليه وأكسب فائدة في فترة الخطبة إني أستفيد بإني أنا فهمت اللي قدامي وفهمت أقدر أعيش ولا ما أقدر أعيش معه ويناسبني ولا ما يناسبني وأنت كمان دور راحتك في الأخير هي في الأخير عرض وطلب مش إجبار لا عليك ولا عليه ممكن تلاقي اللي أحسن منها وهي تلاقي اللي أحسن منك عادي ما حتوقف الدنيا لا عليها ولا عليك فلا تتنازل ولا تتنازل نقطة بس فلو الواعدة موجود الأمور إن شاء الله تيمشي موسيقى ترجمة نانسي قنقر